بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في شركة تطوير للخدمات التعليمية في هذا الدرس لأصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول من مادة لغتي الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم هو الاستراتيجية القرائية تصفح مجلة أهداف درسنا لهذا اليوم التعرف على خطوات تصفح المجلة وتصفح مجلة متعددة الموضوعات وكتابة بطاقة تعرفية لمجلة بعد تصفحها إذن درسنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية لدينا تصفح مجلة لدينا تصفح مجلة هنا سؤال أريد شراء مجلة لأول مرة ترى ماذا يتوجب علي أن أصنع أنا أريد أن أشتري مجلة لأول مرة ماذا علي أن أصنع ما رأيكم؟ نشاهد هؤلاء الأولاد في الصورة ماذا يصنعون؟ هل يقرؤون المجلة هنا؟ أو ماذا يصنعون؟ نعم هي ليست قراءة إنما هي نعم في المحلات أو في المكتبات إذا أردنا شراء المجلة نتصفح المجلة إذن تصفح مجلة هو الحل الأمثل لحسن اختيارها تصفح مجلة هو الحل الأمثل لحسن اختيارها لأنه يمكن من أخذ فكرة عامة عنها فإن أردت أن أخذ فكرة عامة عن مجلة لابد أن أتصفحها وأتعرف عليها بشكل أفضل بدقائق معدودة حتى أقرر شراء المجلة من عدمها إذن كيف أتصفح المجلة؟ كيف أتصفح المجلة؟ ما رأيكم؟ ما هي الطريقة المناسبة لتصفح المجلة؟ نعم ألقي نظرة سريعة على الأجزاء التالية من المجلة لأخذ فكرة عامة عنها ولمعرفة عما تتحدث وكيف نظمت إذن ألقي نظرة سريعة على الأجزاء التالية التي سنأخذها بعد قليل من المجلة لأخذ فكرة عامة عنها ولمعرفة عما تتحدث وكيف نظمت إذن ما هي الأجزاء التي سنأخذ نظرة سريعة عليها؟ نبدأ بالخطوة الأولى الخطوة الأولى لأخذ أو تصفح المجلة هو غلاف المجلة هو غلاف المجلة بماذا أتعرف على غلاف المجلة؟ فيه أتعرف على أولا عنوان المجلة إذن عنوان المجلة هو الذي سأتعرف علي في الخطوة الأولى كما نشاهد هنا في المجلة لدينا عنوان المجلة ما هو نعم مجلة سنان إذن هذا هو عنوان المجلة في غلاف المجلة أنا تعرفت هنا على عنوان المجلة فأخذت العنوان وهو سنان وأتعرف على رقم المجلة ويكون غالبا في الجزء العلوي من المجلة بجانب العنوان فأنا أتعرف عليه وأخذ الرقم منه وبعده أنتقل إلى وقت الإصدار وأشاهد تاريخ إصدار هذه المجلة هل هو في هذا الشهر أو في الشهر السابق أو قبل أشهر إذا كانت هذه المجلة قديمة وصدرت في وقت سابق ثم أشاهد مكان إصدارها هل مكان إصدارها في نفس مدينتي أو في مدينة أخرى وأتعرف على مكان إصدارها ثم أشاهد أبرز الموضوعات ثم أشاهد أبرز الموضوعات التي توجد غالبا على الغلاف توجد غالبا على الغلاف أبرز الموضوعات التي في المجلة إذن غلاف المجلة أتعرف على خمسة أشياء أولا عنوان المجلة ثم رقم المجلة ثم وقت إصدارها ثم مكان إصدارها ثم الموضوعات إذا تعرفت على غلاف المجلة بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الثانية بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الثانية في الخطوة الثانية نقصد بالخطوة الثانية الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف وهي كما تشاهدون بالصورة هي الصفحة التي تأتي بعد صفحة الغلاف ماذا بها؟ أولا أستطلع فيها المقدمة أستطلع فيها المقدمة أقرأ المقدمة الموجودة هنا وأستطلعها بشكل سريع وأتعرف على رسالة هذه المجلة ولمن تصدر هذه المجلة وما هي الفئة العمرية المستهدفة في هذه المجلة ثم بعد ذلك أنتقل إلى التعرف على سعر المجلة أتعرف على سعر المجلة وأشاهد بكم سعر المجلة وهل هو سعر مناسب لشرائها حتى أقرر بعد ذلك ثم أشاهد مكان إصدار المجلة أشاهد مكان إصدار المجلة ثم بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الثالثة بعد ذلك أنتقل إلى الخطوة الثالثة من تصفح المجلة وهي صفحات المجلة إذن بعد ذلك صفحات المجلة أقلبها على السريع وأأخذ منها هذه الأمور أولا أبواب المجلة ما هي أبواب المجلة وعددها وأشاهد طول موضوعات هذه الأبواب وهل هي مناسبة أو غير مناسبة لي وفي عمري ثم أشاهد الموضوعات التي بداخلها بعد أن أشاهد الموضوعات التي بداخل المجلة وعن عدد هذه الموضوعات وأنواعها وعما تتحدث أنتقل للأمر الأخير وهو مستوى الصور والرسوم فيها يهمنا مستوى الصور والرسوم هل هي مناسبة أو مرسومة بشكل جيد وهل هذه الصور بالمجلة بشكل كبير وتعطي إضافة للمجلة وتسعد قارئها وقد تكون بعض المجلات أقل صورا ورسوم فقد تكون غير مرغوبة للبعض فأنا أقرر هل هذه المجلة مناسبة لي في مستوى الصور والرسوم أو غير ذلك إذن الآن أتخذ القرار الآن أتخذ القرار في شراء المجلة الآن أتخذ القرار في شراء المجلة هل أعجبتني المجلة فأشتريها وإما القرار الآخر أم لم تعجبني فأبحث عن غيرها إذن لدي خياران هل هذه المجلة أعجبتني فأقوم بشرائها وأم يكون الخيار الآخر أنها لم تعجبني ولا تناسبني قد تناسب غيري فأنا أبحث عن مجلة أخرى تناسبني وأشتريها نعم لدينا بطاقة تعريف للمجلة السابقة المجلة السابقة هي مجلة ما هي المجلة رأيناها قبل قليل عنوانها اسم المجلة سنان اسم المجلة سنان ثم نأخذ رقم المجلة رقم المجلة قلنا أنه يكون بجانب العنوان غالبا فنقول رقم المجلة مئة وثلاثة عشر إذن لدينا اسم المجلة سنان ورقم المجلة مئة وثلاثة عشر ثم متى تصدر؟ هل هذه المجلة تصدر كل سنة، كل شهر، كل أسبوع؟ نعم مجلة سنان هي تصدر كل شهر نقول سعرها ثمانية ريالات، مجلة سنان هي بثمان ريالات، إذن هذا السعر هل هو مناسب لي أو مرتفع؟ فأنا أقرر في حينها عن هذا السعر أبرز موضوعاتها، أبرز موضوعات هذه المجلة تصفحناها قبل قليل هو عباس وعنتر في تغطية المؤتمر، والفتى أحمد في وادي المخاطر، والجندي مسعود في الشاي وسرحان السرحان في اختبار إذن لدينا مواضيع قد تكون طريفة وقد تكون هناك مواضيع درامية تعالج بعض المشاكل في المجتمع عباس وعنتر في تغطية المؤتمر، والفتى أحمد في وادي المخاطر، والجندي مسعود في الشاي وسرحان السرحان في اختبار إذن هذه أبرز موضوعات المجلة سنان التي تصفحناها قبل قليل أما رأيي فيها فأنا إذا أردت أن أفعل بطاقة وأكتب بطاقة للمجلة فأنا في نهاية البطاقة التعريفية أكتب رأيي فيها بعد أن أكتب اسمها، والرقم، ومتى تصدر، والسعر، وبعدها أبرز الموضوعات أنا في النهاية أبدي رأيي في المجلة لا بد أن أبدي رأيي في المجلة فأقول مثلا موضوعاتها شيقة ونافعة، وصورها ورسوماتها معبرة، وسعرها مناسب، وأنصح باقتنائها إذن رأيي فيها موضوعاتها شيقة ونافعة، وصورها ورسوماتها معبرة، وسعرها مناسب، أنصح باقتنائها بعد أن كتبنا هذه البطاقة التعريفية للمجلة السابقة نطلب منكم البحث عن مجلة في البيت أو شراء مجلة وكتابة بطاقة تعريفية للمجلة من اسم المجلة ورقمها ومتى تصدر وسعرها وأبرز الموضوعات وبعد ذلك نكتب رأيي في هذه المجلة وعلى نفس غرار ما فعلنا في المجلة السابقة سنان إذا كان لديك مجلة في البيت اعمل لها بطاقة تعريفية كما فعلنا أو إذا ذهبت إلى السوق واشتريت مجلة عليك فعل ذلك نشاهد التقويم أرتب الخطوات التالية لتصفح المجلة بوضع الرقم المناسب أمام كل خطوة إذا أرتب الخطوات التالية لتصفح المجلة بوضع الرقم المناسب أمام كل خطوة الخطوة الأولى هو غلاف المجلة أو صفحات المجلة أو الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف أي الخطوات الأولى؟ نعم هل هي غلاف المجلة أو صفحات المجلة أو الصفحة الداخلية لصفحة المجلة؟ نعم نقول غلاف المجلة رقم واحد إذن غلاف المجلة أبدأ فيه برقم واحد ثم ما هي الخطوة الثانية؟ هل هي صفحات المجلة مباشرة أو الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف؟ نعم أحسنتم نبدأ في الخطوة الثانية هنا وهي الصفحة الداخلية لصفحة الغلاف فنقول خطوة اثنان ثم بعد ذلك أتجه إلى صفحات المجلة بعد ذلك التجري إلى صفحات المجلة إذن لدينا كم خطوة هنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى غلاف المجلة ثم الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف ثم الخطوة الأخيرة وهي صفحات المجلة إذن تعلمنا في درسنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية تصفح مجلة في ثلاث خطوات تصفح المجلة في ثلاث خطوات الخطوة الأولى تصفح غلاف المجلة الخطوة الأولى لتصفح غلاف المجلة بالطريقة التي ذكرناها في الدرس ثم تصفح الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف تصفح الصفحة الداخلية التالية لصفحة الغلاف ثم تصفح صفحات المجلة ثم بعد ذلك أتصفح تصفح صفحات المجلة إذن لدينا ثلاث خطوات تصفح غلاف المجلة ثم تصفح الصفحة الداخلية لصفحة الغلاف ثم تصفح صفحات المجلة بعد ذلك أكون انتهيت من تصفح المجلة وأقرر بعدها شراء المجلة من عدمها وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آملوا أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر